بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك أي بعض الشرك ومنهما هو أكبر أو أصغر ولهذا أطلق لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله هل لبس الحلقة والخيط ونحوهما شرك أصغر أو أكبر شرك أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار وشرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب مع أن الله تعالى لم يجعلها سببا لا حسيا ولا شرعيا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب ثلاثة اعتقاد صحيح وهو أن يعتقد ويجعل ما جعله الله سببا سببا والأسباب إما حسية كالدواء أو شرعية كالرقية وشرك أصغر وهو أن يعتقد ويجعل ما لم يجعله الله سببا سببا كتعليق رأس الثور لدفع العين وهو ليس بسبب وشرك أكبر وهو أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار انقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووسط فقسم ينكر الأسباب ينفي حكمة الله كالجبرية والأشاعرة وقسم يغلو في الأسباب فيثبت ما ليس بسبب كالصوفية وقسم يتوسط في الأسباب يثبت السبب الحسي والشرعي دون غيره حكم المعلق للخيط ونحوه أن له أحوالا فإما أن يكون جاهلا لحكمها فهذا يعلم أو أن يعتقد أنها سبب والله تعالى لم يجعلها سببا فهذا شرك أصغر أو أن يعتقد بأنها مؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر أو ليس لديه أي اعتقاد ولكن يلبسها للزينة كحال بعض الشباب هدان الله وإياهم فكل من رأى هذا التعليق قد يظن أنه يجوز ويكون بذلك قد فتح باب شر على الناس وفيه تشبه بالنساء والمشركين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب الدليل الأول وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر فليست أسبابا لذلك ويقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا مع الله سبحانه وتعالى قل حسبي الله فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية الدليل الثاني عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به حلقة من صفر حلقة من نحاس ونحوه ولو كانت حديدا أو خيوطا ما هذه للتثبت قبل الإنكار لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا الواهنة داء يصيب العظام مثل الروماتزم قصد بذلك أنها تدفع عنه هذا المرض وتحميه منه لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا في الجسم والاعتقاد والجزاء من جنس العمل الدليل الثالث وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة أي علقها وتعلق قلبه بها ولهذا قال تعلق ولم يقل علق فلا أتم الله له إما أن هذا دعاء عليه أو خبر محب ومن تعلق ودعه هي أشياء تأخذ من البحر كالأصداف فلا ودع الله له أي لا تركه الله في دعه أي سكون فعومل بنقيض قصده فقد أشرك أي شركا أكبر إن اعتقد أنها تؤثر بذاتها دون أمر الله وإلا فهو أصغر الدليل الرابع ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون من الحمى أي بسبب الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها فقطعه تغييرا للمنكر باليد وفيه قوة السلف في تغيير المنكر حكم التعليق التعليق كله محرم الحلقة والخيط والودع والتمائم وأعين الذئاب والحافر والنعل القديمة والخرزة الزرقاء والكف والعين ورأس الثور وتمثال الأسد أو بعض الأشجار والخراق وغيرها المسائل الأولى التغليض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لم يعذر بعد أن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم والجهل نوعان أولا جهل لا يعذر فيه وهو ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي ثانيا جهل يعذر فيه وهو ما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الآخرة أمره إلى الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليض على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة في المحبة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك من التمائم الشركية الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له لا نخاطب فاعله بالتصريح فنقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين قد يكون سببا لنفوره ولكن نقول دعي التمائم أو الودع ونقرأ عليه الحديث التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر